هذا وقد بدأت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط برفع مستوى الإثارة والتشويق المرتبطين بانطلاقة الحقبة الجديدة لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1 والذي تستضيف مملكة البحرين للعام الثامن عشر بصورة مختلفة لهذا الموسم عبد الرحمن نعم السباق هذا العام يشهد مشاركة عدد من السيارات الجديدة ذات المؤثرات الأرضية من بوابة جائزة البحرين الكبرى لتعطي شارة البدء لموسم 2022 والذي يحظى بمتابعة محلية وعربية ودولية وتترقب الجماهير البحرينية وعشاق رياضة المحركات في العالم بشكل عام السباق الذي يقام للعام الثامن على التوالي تحت الأضواء الكاشفة ليلا وتحتضن مملكة البحرين سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1 للعام الثامن عشر تحت شعار العصر الجديد منذ استضافة السباق لأول مرة عام 2004 حيث سجلت مملكة البحرين نجاحا مبهرا في تنظيم السباق على مدار السنوات الماضية لما يتميز به مضمار حلبة البحرين الدولية من إمكانيات وتجهيزات متطورة تضاهي أفضل مضامير سباقات الفورميلا 1 على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر